الرسم باستخدام خامات متعددة إذا رغبنا في تكوين موضوع لعمل فني ما، فإن ذلك يتطلب منا استخدام خامات عدة في أثناء عملية التنفيذ. لذا، يجب ملاحظة تآلف الخامات ودمج بعضها في بعض، لكي تخدم الفكرة المراد تحقيقها وتساعد على نجاحها. استخدم الفنان التشكيلي المعاصر خامات مختلفة، مثل قصاصات الجرائد والأخشاب ومخلفات المستهلكات، وبعض العجائن في الأعمال الفنية بغية الوصول إلى صياغ تعبيرية جديدة مميزة. وقد دأب بعض الفنانين التشكيليين السعوديين على استخدام خامات تطفي على العمل الفني بعض الملامس الخشنة والمنوعة، التي لا يمكن إحداثها باستخدام اللون فقط. ومن هذه الخامات، خامة بودرة الرخام. وبودرة الرخام تمثل الفاقد الذي ينتج من قص الرخام أو جليه أو جلخه وتنجم عادة عن قص رخام الكرارة الأبيض اللون. ويمكن الحصول على بودرة الرخام من محل بيع مواد البناء أو من أماكن بيع الرخام. ومن الخامات الضرورية للعمل ببودرة الرخام، الغراء الأبيض ومادة الباستا، وكلاهما يمكن الحصول عليه من محل بيع الخامات الفنية. كما يمكن تحضير مادة الباستا من معجون الجدران وغراء الخشب الأبيض بنسبة واحد إلى واحد، مع إضافة الماء لجعل الخليط ذي قوام مناسب للسكب. ولعمل لوحة ببودرة الرخام، يجب اتباع الخطوات التالية. ألف، نقل الرسم إلى العمل الفني. با، تخطيط الرسم بمادة الباستا. جيم، ملء الفراغات بالغراء الأبيض. دال، البدء بوضع بودرة الرخام. ها العمل الفني الناتج.